الرئيس الأمريكي كان في وعوده الانتخابية طوال الحملة الانتخابية كان يقول بوضوح أنني وأشار إلى هذا الأمر في بداية كلماته بالأمس أنني سأنفذ قرار نقل السفارة وسأكون جرياً وسأفعل ما لم يفعله كل الرؤساء الأمريكيين منذ قيام الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون بنقل السفارة سنة 95 فبالتالي أنا طبعاً كمصري وكعربي وكمسلم أدين هذا القرار وأشجوبه وأوندد به إلى آخر كل الكلمات العربية الموجودة في القمصة العربية بس لا ألوم ترامب يعني أنا كاتب النهاردة في الشروع بقول علينا أن ألوم ترامب علينا أن ألوم أنفسي الرجل واضح يعني الرجل ما خباش حاجة الرجل من ساعة ما ترشح وبيقول أنا هعمل كذا وكذا طب الطرف هو رجل مؤمن هو ينتمي إلى اليمين المتطرف نفس الأفكار كده قراراته متطرفة بالنسبة لنا إحنا مش لا بس كده هو اليمين المتطرف في الولايات المتحدة ده على يمين الحزب الجمهوري اللي هو بينتمي لي يعني عدد كبير من أعضاء وقيادات الحزب الجمهوري ومنهم جون مكين بيروا أنه رجل ده بيسيئ إلى الحزب الجمهوري اللي هو يميني أساسه أفكار اليمين المتطرف اللي بيمثلها ترامب في أمريكا تتلاقى مع اليمين الإسرائيلي المتطرف يعني الناس مش واخد بالها أنه هناك شخصيات إسرائيلية حتى في حزب العمل الإسرائيل وفي اليسار الإسرائيلي نظراتهم أكثر احتراما إذا جازا نقول احتراما فيما تعلق بالتسوية أكثر من ترامب يعني موقفهم معتدل مقارنة بموقف ترامب الراجل بيمثل مجموعة كتلة مهمة فيها جزء الخرافات التوراتية على عودة المسيخ الدجال ومعركة تيرمجل قصة معقدة وطويلة لكن عايز أقول أنه قال هذا بوضوح وقال أننا سأفعل ذلك هو أنا رأيي الشخص القرار بتعنبالح ده ترامب ينتخب داعش في اللحظة اللي أنت بتاخد هذا القرار بتدي قبلة الحياة أنا عجبني أوي هذا التعبير يا سيد صنعت أشكرك لا فعلا بجد والله ده أنجز وأوجز بص الراجل داعش في الفترة الأخيرة تعرضت إلى ضربات مؤلمة وكارثية وكبيرة جدا في العراق في سوريا في ليبيا في سيناء